موسيقى 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 ونحن موجودين في قلب الصحراء نتكلم دايما ازاي ان احنا نستفيد لما نشوف ان احنا عندنا صاروة حيوانية ونشوف ان نوفر لها الاعلاف يبقى انا محتاج ان انا استفيد استفادة قصوى بمعنى ايه؟ بمعنى نقل الاعلاف ودخولها الاماكن داخل الصحراء ده مكلف واننا لما ازرحها هنا لازم استفيد من الارض ان انا ازود الانتاج من نفس وحدة المساحة وبنفس كمية الماء اللي انا بستخدمها النهاردة عشان ازرع برسيم في المكان ده بيواجهني صعوبة بقى لك قد ايه بتشتغل هنا في الزراعة بالنسبة للبرسيم ايه اللي بيحصل من موسم للتاني وبعد استخدامنا لمعالج الماء المغناطيسي ايه الحال خصوصا ان انا شايف ان البرسيم ما شاء الله يعني شكله مختلف يعني الكاميرا لو تتحرك معي لا انا عندي معدل الخضار مع اللون التماسك قوة الاوراق فانا عندي محصولة احس ان هو ممتلئ ايه ان شاء الله الحمدلله يعني البرسيم عند العالم كلاتها واقف من البرد وكده لكن هنا الحمدلله ماشي من الجهاز وبيضره غزى كوي الاول بقى يعني الارض هنا انا كلما اتكل اتكلم مع مزارع يقول لا ده في نسبة ملوحة مرتفعة الارض كان بيباين عليها الملح احكيلي ايه المشاكل كانت عندك هنا في الزراعة كان البرسيم كان ما ارمد وكان واقف ما بيعلاش اصير ما بيعلاش معك لا ما فيش ما كاناش منعرف نلم اللي عرف قد كده انت بتحشو دلوقتي في الشتة كل ده كم حشة؟ دلوقتي وماشي على خمسة وثلاثين يوم بالكتر خالص خمسة وثلاثين يوم وتاخد منه حشة؟ اه باخد منه حشة وفي الصيف؟ خمسة وعشرين يوم يعني احنا عشان في الشتة دلوقتي خمسة وثلاثين يوم بياخد حشة في الصيف خمسة وعشرين يوم اصرع بياخد منه حشة يعني انا هستأذنك اهو ايه الفرق يعني انا عايز اعرف ايه الفرق دلوقتي ما بين ده وما بين البرسيم اللي كنت بتزرعه قبل استخدام معالج المغناطيسي ما كانش فيه خضار بالطرق دي كانش بيبقى لمواخزة العود ناشف لكن دلوقتي العود العود تخين ونسبة الخضار فيه زيادة المواشي اللي عندك نوحة انت عندك ايه اغنام ولا ابقار عنده ابقار واغنام لما بتقدم لهم البرسيم ده فيه اقبال عليه اكتر معدل التحويل بتاعه اكتر بتحس ان فيه قيمة غزائية ليه ايوه فيه طبعا فيه حاجة تختلف لما بتغير لما بتقدم حاجة للحيوان فيها من نسبة ملوحة في المية او في الاكل ما بيبقاش مقبل عليها طبعا ما بيبقاش طبعا يعني احنا زي ما انا شايفين دي العيدان نفسها لسه طلعة وممتلئة وفيها نسبة مية يعني تحس ان المحصول نفسه مرتوي اه بقى له 15 يوم دي ووصلين للانتاج المساحة قديل انت زراحة برسي انا معا ان شاء الله تمن فادين واربع جداد لسه الجهاز جايب معك نتيجة من اول ارض زي اخر كلتها واحد فيه مشاكل قبلتك في الجهاز يعني انت فيه مصاريف تانية بعد اما ركبته بتحتاج روسيانة ولا تسميد حتى ما بحط روشل كل سنة بحط له بتاع السباق بلدي كل سنة سباق بلدي لكن لا يوجد تسميد ولكن لا يوجد تسميد موسيقى 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 اشتركوا في القناة